أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أحباي وإخواني طلاب الصف الثاني الثانوي حياكم الله وطبتم وطابة أوقاتكم بكل خير مع درس جديد من دروس مادة الفقه ودرسنا اليوم بعنوان الوكالة والعارية والإجارة الوكالة إذا أردت شراء سيارة ولديك مشاغل كثيرة لا تمكنك من شرائها أو إذا أردت بيع جهازك الجوال ولديك مشاغل كثيرة لا تمكنك من بيعه بنفسك أو إذا كان لديك سفر مهم كما أن لديك معاملة لا بد من إنجازها سريعا ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ الوكالة الوكالة ما يخص الآخرين في عمل بعض ما يخصني ويطدح لنا تعريف الوكالة فالوكالة لغة بمعنى التفويض تقول وكلت فلانا بهذا الأمر أو بهذا العمل إذ فوضته ليقوم به مكانك أما تعريف الوكالة في الإصطلاح فهي إقامة الإنسان غيره مكانه ليقوم بعمل ما بدلا عنه أتأكد فهمي أو أعرف الوكالة بتعريف آخر حسب ما فهمت تكليف شخص ما بالإنابة عني في بعض الأعمال أنواع الوكالة العمل الموكل فيه قد يكون عملا واجبا على الموكل وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا مثال العمل الواجب التوكيل في أداء الحج الواجب عليه أو في إخراج زكاة المال أو توكيله في دفع النفقات الواجبة عليه لأهله كأن يكون شخص مسافرا ويوكل أخاه في الإنفاف على أهله مدة سفره كذا مثال العمل المستحب التوكيل في إخراج الصدقة للفقراء كذلك يا أبنائي مثال في العمل المباح التوكيل في الأعمال التجارية صيغة الوكالة تصح الوكالة بكل قول أو فعل دل عليها حكم عقد الوكالة عقد الوكالة عقد جائز بإجماع العلماء للأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة حكم عقد الوكالة ومن الأدلة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل أصحابه في القيام بعض الأعمال الحكمة من مشروعية الوكالة لا شك يا أحبابي أن الوكالة لم تشرع عبثا ولو لم يكن لها من حكمة لكانت مشروعيتها نوعا من العبد ولو تأمل الإنسان ذلك لستنبط عدة أحكام من مشروعيتها شروط عقد الوكالة أولا أن يكون الموكل مالكا للشيء الموكل فيه ثانيا أن يكون الموكل والوكيل جائزي التصرف فلا تصح من مجنون ولا من صبي أن يكون العمل الموكل فيه عملا مباحا فلا يجوز التوكل عن الآخرين في الأعمال المحرمة رابعا أن يكون العمل الموكل فيه عملا تدخله النيابة فلا تصح أن يوكل المسلم غيره في الصلاة عنه لأن الصلاة عمل لا تدخله النيابة فيه مخالفة الوكيل للوكالة على الوكيل أن يلتزم بما ووكله فيه موكله فلا يفعل ما لم يؤذن له فيه فإن خالف ذلك واشترى لموكله ما لم يأمره به أو اشترى له شيئا معيبا فإنه لا يلزم الموكل قبوله لأنه لم يوكله في هذا العمل مخالفة الوكيل للوكالة وإذا وكله بالبيع بثمن فله أن يبيع بأكثر منه وليس له أن يبيع بأقل منه فلو قال بيع سيارتي بخمسين ألفا فله أن يبيعها بستين بخمس وخمسين أكثر مما فرضه بينه وبين موكله وليس له بيعها بأربعين لأن هذه تعد خسارة مخالفة الوكيل للوكالة منها أيضا إذا كانت الوكالة بأجرة والأجرة نسبة مؤوية فليجوز للوكيل حبس السرعة والمغالاة في ثمنها من أجل أن يكثر نصيبه من الأجرة توكيل الوكيل ليس للوكيل أن يوكل غيره ليقوم بالعمل بدلا عنه إلا أن يأذن له الموكل سواء كان الإذن إذنا لفظيا كأن يقول آذنت لك أن توكل غيرك في هذا العمل أو إذن عرفيا كأن يكون من عادة الناس التوكيل في هذا العمل وعدم قيام الشخص نفسه بالعمل بالتعاون مع زميلي أمثل على الإذن العرفي في التوكيل إذا وكل شخص آخر في إصلاح عطل في أسلاك الكهرباء والعادة أنه لا يعمل ذلك إذن الكهرباء فهو إذن له في ذلك كما صلح عطلا في سيارته دون توكيل كما اشترى لرجل مسن خبزا عندما رأاه يقف على المخبز ويستطيع التحمل ما يدخل في عقد الوكالة يدخل في عقد الوكالة كل الأعمال التابعة عرفا للعمل الموكر فيه فلو وكله ببيع سيارته فله أن يركبها وله أن يقودها إلى موضع بيع السيارة وله إعطاؤها لمن يريد شراؤها ليجربها وله أن يضعها في أحد المعارض الموثوقة لعرضها للبيع ونحو ذلك من الأعمال التي تدخل في العرف تبعا للعمل الموكل فيه ما لم ينص الموكل على عدم القيام ببعض الأعمال كما لو قال بيع سيارتي ولكن لا تعرضها في أي محل للبيع بل بيعها أنت بنفسك يجوز أخذ الأجرة على العمل في عقد الوكالة ولكن يشترط في الأجرة أن تكون معلومة سواء كانت معينة كأن يقول وكلتك على شراء سيارة ولك خمسمائة ريال نسبة مأوية كمكسب كأن يقول وكلتك على تحصيل ديني الذي على محمد ولك منها عشرة بالمئة نوع عقد الوكالة ومتى ينفسك الوكالة يا أحبابي عقد غير لازم للطرفين فيحق للموكل أو الوكيل أن يفسخ الوكالة متى شاء بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر أحد الطرفين وينفسخ عقد الوكالة بموت الموكل أو الوكيل أو جنونه أو غير ذلك وهناك أمر آخر سبق ذكره ينفسخ به عقد الوكالة فما هو هذا الأمر؟ بفسخ أحد الطرفين للعقد ضمان الوكيل الوكيل أمين على المال الذي معه فلا يضمن ما تلف منه بغير تعد ولا تفريق الوكيل أمين على المال الذي معه فلا يضمن ما تلف منه بغير عقد أو غير تعد ولا تفريق توثيق الوكالة تصح الوكالة من غير كتابة بل بمجرد القول كما تقدم والأولى توثيقها بالكتابة والسعود في الأمور المهمة وذلك حتى تتضح الأمور ولا يقع الطرفان في الخصومة فيما بعد ذلك توثيق الوكالة فكثيرا ما يدخل بعض الناس في العقود بناء على الثقة فيما بينهم ثم ينتهي بهم الحال للخصومة والشقاق واتهام كل منهم الآخر كفانا الله وإياكم شرور الأقوال والأعمال وإلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم دمتم في حفظ الله وسلام الله عليكم ورحمة الله